اشتركوا في القناة اولاً للبشرة للمهتمات بجمال البشرة ثم الشعر وبعدها السحة قشر البطيخ له فوائد كثيرة للبشرة طبعاً هذا القشر الأبيض نستخدم هذا القشر اولاً نأخذ القشور لهذا الشكل نقوم بتقطيعها بالنسبة للبشرة نستخدم هذا القشر الأبيض هذا القشر الأبيض ثم نأخذ نشا الذرة أي الميزنة أو الكورنفلاور من بشرتها تتحسس من الكورنفلاور أي نشا الذرة يمكنها استخدام نشا الأرز أو دقيق الحمص أو الترمس المر يمكن استخدام الدقيق الأبيض دقيق المخبوزات فهذه الوصفة لها فوائد كثيرة للبشرة نأخذ بهذه الطريقة ثم على بشرة نظيفة بأي وقت تكونين فيه مرتاحة نقوم بعمل تدليك للبشرة بهذه الطريقة كأن نقوم بعمل تقشير بداية بالرقبة بهذه الطريقة ثم نستمر على كامل بشرة الوجه ولكن مرة على مرة نقوم بعمل ثقب على القشر حتى يتشرب نشا الذرة بهذا الشكل لاحظي معي يخرج كل الماء من القشور بهذا الشكل ونواصل العمل على الرقبة ثم كامل بشرة الوجه بحركات دائرية خفيفة لحوالي خمس دقائق هنا إذا كانت لديك مشكلة إسوداد حول الفم الوصفة رائعة جداً والنتيجة لاحظينها من أول ثلاثة أيام استخدامك اليومي لهذه الوصفة البسيطة والمتوفرة في كل بيت تساعد هذه الوصفة على تبييض البشرة وكذلك شد البشرة ومنع ترهولها وكذلك هذه الوصفة تحد من ظهور حب الشباب وتعطيك نظارة رائعة للبشرة النظارة تلاحظينها من أول استخدام بالنسبة لمنطقة الهالات كذلك هذه الوصفة رائعة نستمر على عمل هذه الوصفة قلت لمدة خمس دقائق وبعدها نقوم بشطف البشرة مباشرة بالماء البارد صاحبات البشرة الجافة جداً أنصح بترطيب البشرة بعد استخدام هذه الوصفة خاصة إذا استخدمتها مع نشا الذرة وصاحبات البشرة الدهنية ممكن إضافة قطرات من عصير الليمون إذا كانت بشرتك غير حساسة لعصير الليمون على القشر عند استخدام هذه الوصفة هي آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار لمن يعانون من إسمرار أشعة الشمس رائعة جداً هذه الوصفة من خمس سنوات فما فوق يمكن استخدامها وبكل أمان فقشور البطيخ تحتوي على كمية كبيرة من اللايكوبين وغيره من مركبات فلافونايد لذا فهو غني جداً بمضادات الأكسادة ويساعد في تقليل تأثيرات الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي مما يقلل ويعالج التجعيد والخطوط الرفيعة وكل العيوب على البشرة يمكننا استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً من تعاني من التجعيد والخطوط الرفيعة أنصح كذلك بإضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين E لهذه الوصفة طبعاً بعد استخراج الماء منها بهذه الطريقة نقوم بوضع محتوى كبسولة الفيتامين E إذا كنا نعاني من التجعيد وبعدها نمرر هذه الوصفة على البشرة بحركات دائرية كما سبق وذكرت كذلك لمدة خمس دقائق وبعدها نقوم بشطف البشرة بالنسبة لفوائد قشر البطيخ للشعر هو رائع جداً في مقاومة تساقط الشعر والوقاية من الصلاع كما أنه يقوي بوصيلة الشعر ويحميه من الضعف والتساقط ويمكننا استخدام قشور البطيخ بهذه القشور نقطع كل القشور بهذا الشكل لاحظي هذه القشور نأخذ كمية مناسبة من هذه القشور مع الخيار بقشوره كذلك الكل نقوم بخلطه أو ضربه فيه الخلاد الكهربائي مع كمية من الماء حتى نحصل على عصير نقوم بتصفيته ويوزع بالكامل على الشعر نتركه لنصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب والماء الفاتر تكرر هذه الوصفة للشعر مرتين في الأسبوع لنتائج أفضل وأسرع حتى لا نرمي هذه القشور ونستغل فرصة سواجد هذه الفاكهة الرائعة وبالنسبة لاستخدامات قشور البطيخ عفواً للصحة تعالج ارتفاع ضغط الدم هذه القشور لا نستهين بها نقوم بأخذ كمية من هذه القشور ونقوم بغليها في الماء حوالي لتر من الماء وبعدها نقوم بشرب هذا الماء مرتين في اليوم كذلك القشور رائعة جداً فهي تعالج مرض التهاب الكلا المزمن وعن طريق أخذ هذه القشور تقطعها إلى قطع صغيرة وكذلك توضع في وعاء به الماء على النار وبعدها نقوم بأخذ فنجان صغير من هذا الماء ثلاث مرات في اليوم رائعة جداً لمعالجة مرض التهاب الكلا المزمن وكذلك هذه القشور تفيد بشكل فعال في علاج حالات الإمساك المزمن وذلك بتناولها بعد الوجبات هذه القشور تنشط الدورة الدموية وتعالج البهاق وعن طريق دائماً عمل تدليك على الأماكن المصابة كذلك هذه القشور مفيدة جداً فهي تضر الحليب عند المرأة المرضع وتفيد كذلك في حالات حصى المثانا والكلا بنفس طريقة استخدامها لمرض التهاب الكلا وهي كذلك تلطف الأنسجة المخاطية هذه القشور كذلك تعالج مشكلة احتباس السوائل في الجسم كما أنها تعزز جهاز المناعة وتقوّل قلب وتحافظ على صحته تقاوم السموم وتخلص الجسم منها إضافة إلى أن قشور البطيخ تساعد على التخلص كذلك من الوزن الزائد وذلك لأن قشور البطيخ تحتوي على سعرات حرارية منخفضة بالإضافة إلى نسبة قليلة جداً من السكر ونسبة كبيرة من الماء واليافة غذائية تساهم في سرعة الشبع والشعور بالامتلاء لفترة طويلة مما يقل معها تناول الطعام بالإضافة إلى تحفيز عملية التمثيل الغذائي كما سبق وذكرت أنها تنشط الأمعاء وتقي من الإصابة بالإمساك لذلك هذه القشور لا يمكن رميها بعد سماع كل هذه المعلومات المفيدة بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة